خارطة طريق القيادة العراقية لتطويق مافيات الفساد مسارها التنفيذي ينتقل من داخل البلاد إلى خارجها تفعيل اتفاقات تبادل المطلوبين غير من أداء أجهزة الأمن المكلفة بملاحقة المتهمين بقضايا الفساد وأطلق يد الدولة خارج حدودها لاسترجاع المال العام دبلوماسية العلاقة المنتجة مع الدول وكان أساسها أن يتم الالتزام باتفاقيات مكافحة الفساد وإعادة الأموال وإعادة الهاربين من خارج العراق وقام باستخدام 325 مليار ديناع عراقي من سرق الصفقة القرن ثم اتفق مع الإمارات على عادة بعض المطلوبين واسترجاع الأموال تحت قبة مجلس النواب تنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتقويم أداء أجهزة الرقابة المالية والأمنية ودعم مسار استرداد المتهمين بقضايا الفساد هناك اجتماعات قادمة سوف تكون في هذا الصدد للخروج من كافة الثغرات التي كانت تعاني منها هيئة النزاهة في إداء واجباتها المناطئ لها وبالتالي الحكومة أخذت على عاتقها محاربة الفساد بشكل رسمي وبشكل متجذر على أن تكون هناك عودة للملفات السابقة تقويم أداء مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد محاور أساسية في المنهاج الحكومي دونها لن تتمكن إدارة البلاد من خفض نسب الفقر ومضاعفة إيرادات قطاعات اقتصادية غير حكومية حازم الشرع العراقية والإخبارية بغداد